شاهدينة أهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من تبسيط العلوم حلقتنا النهاردة لسه مكملين فيها مع حضراتكم شرح مادة اللغة الفرنسية للصف الثاني الثانوي ولسه مكملين مع الأستاذة تنيار الألفي معلم خبير لغة فرنسية أستاذ تنيار أهلاً بيك يا فاندل منورانا في تبسيط العلوم برسي ربنا يخليك في الحلقات السابقة اتكلمنا عن الوحدة الأولى من مادة اللغة الفرنسية للصف الثاني الثانوي والنهاردة هنبتدي أولى حلقاتنا مع الوحدة الثانية الوحدة الثانية بتتكلم عن إيه؟ الوحدة الثانية بتتكلم على الكليما اللي هو المناخ بتتكلم على السيزان اللي هي فصول السنة وكالتان في تيل عموما ديران شاك سيزان حالة الطقس المتوقع في كل سيزان كل فاصل ممتاز طيب هنبتدي النهاردة مع الطلبة بإيه؟ هنبدأ نعرفهم كده يعني شوية vocabUlaire بosit وبعد видео هنبدأ نبدا الشوغل إن شاء الله يالله بينا د速 و السيزان ايدانتيفيه لليو برضو هايبه فيها شوية اماكن هنعمل لها ايدانتيفيه ديغ لناسيوناليتي الاريجين هنتكلم عن الجنسيات وعن الاريجين يعني اصل كل حد يعني ايه الاصل يعني مثلا انا عايشة في مصر بس ممكن اكون داريجين سيغيان مثلا يعني من اصل سوري اصل فلسطيني اصل سوداني مثلا عايشة في مصر دكار ديغ و جبيت بتكلم عن انا ساكن فين واعمل كمان انانسي دي بروجي يعني اتكلم على مشروعاتي في المستقبل تمام الوحدة الاولى احنا تكلمنا فيها عن زمن الامر وقلنا ان احنا بتستخدمه علشان نوصف بيه اتنيرار نتكلم فيه عن عنوان نوصف عنوان لحد تمام اما الوحدة التانية هتكلم على الفروجي بتاعتي يعني مشروعاتي في المستقبل فطبعا محتاجة اخد فتور راش اتكلم عن زمن المستقبل دكار دكار تصوير وبيحب يروح يصور الاماكن المفتوحة في ال الاماكن المفتوحة في الاماكن المفتوحة في الباقي في صور حلوة قوي مالية كل حتة في الميديا عن البحر يصور للبحر حلوة قوي وبرضه في مواقعات مختلفة الجبال سواء الجبال كانت سخرية أو جبال تلك في صور تاخد حلوة قوي في الريف عندي بعد كده البلاج البلاجات الشواطئ كلها للك صور للبحيرات بتبقى جميلة قوي لريفير الأنهار لفوري الغبات لفالقان البراكين في ناس عندها هواية ان هي تروح بتبقى متتبعة حركة الزلازل وأول ما مثلا بيتم اطلاق انظار لسكان منطقة ما ان فيه فالقان او فيه بركان حيتم مثلا خلاص بينشط وكده او يبدأوا يهجروا الناس ناس بتجري تروح للمكان ده عشان تاخد صور وناس تانية بتروح علشان تاخد الحمام البركانية تعملها فازات واتبعها عندي لارب فيه صور فيه ناس مهتمة جدا من تصوير العجب من اول ما بينمو هو صغير لحد ما بيبدأ يرعرع ويكبر لزاربر الأشجار في أشكالها كلها وهي مظهرة وهي ورقها واقع وهي صغيرة وهي طويلة في الفصول السنة اللي كلها يعني بالزبط ليفلر بقى الظهور الفلر الوحدية فيها فيديوهات تتفتح الظهور والظهور المختلفة والألوان وفيه طبعا في هولندا مهرجان الظهور بيبقى رائع ليفاي اللي هي ورق الشجر صور كبيرة وحلوة قوي عن أشكال ورق الشجر الصغير والكبير والفصول المتعاقبة عليه بتحوله الى درجات ايه لزوازو العصفير طبعا عندي يصور كتير جدا جدا وفيديوهات كمان عن اللزوازو او العصفير سوصان دول الألماء المهمين جدا بتوعي ناتير اللي الناس بتحب كهوات تصوير بتروح طلقت لهم بصور دكار دكار الاربع فصول السنة بفرانسي الصيف اسمه لت الشتة اسمه ليفار الخريف لطن والربيع اسمه لبرينتان دكار يبقى لت ليفار لطن لبرينتان طبعا عندي اول ثلاثة اولهم فيال متحرك عشان كده بياخد قبليهم ألا بصرف أما لبرينتان فإيه قمانس بارينت بيه 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 عادي جدا فهو مذكر فبياخد له جو دي كوفر لي كولير إعلاقة الألوان بالسيزان طبعا ليهم علاقة مهمة جدا 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 الروج اللي هو الأحمر دايما بتبقى شكل الفو وشكل الصلاي الحر الصعب قوي الناس بتبقى يعني حاسة الشمس طلع علينا هي وولادها مثلا فالدنيا بتبقى حر جدا فاللون الأحمر دا بيدل على الشمس القوية والحر الجامد الأورانج الأورانج مع الجون مع الجري شوية بيمثله القطان اللي هو الخريف الجو بيبقى شوية مسفر على أورانج والسماء بتبقى جري الفان الرياح الفضيعة بتبقى مختلطة بالبوسيار فتخلي الجو حيث انه هو قافل كده تمام؟ عندي بقى البلو البلو اللي هو لون المية ولون السماء في الصيف وفي الربيع دايما البلو غالب الفير اللي هو لون الطبيعة شجر خضرة يبدأ البراينتان مع بقى العصفير مع الزهور وتفتحة اللون الفير دايما بيمثل الربيع دكار؟ طيب تعالنا نتكلم على كالتان في تيل اونتي ونخلي بالنا جدا من السؤالنا ما حالة الطاقس في فصل الصيف؟ دكار؟ نخلي بالنا ان احنا لما نيجي نسأل عن حالة الطاقس بنسأل بفرب فير ناخدنا بفرب فير في الواحدة الاولى صح؟ وقلنا بفرب فير كان ساعتها بنسأل بي عن الوظائف يعني كيف تان في تيل اونتي؟ بيشتغل ايه؟ كاسكو تشوف في انت بتشتغل ايه؟ دكار؟ وكمان بفرب فير مهم وانا بسأل عن حالة الطاقس يبا كالتان في تيل اونتي ما حالة الطاقس اللي يعني بتبقى موجودة في هذا الفصل يبا كالتان في تيل بس هل انا لازم ارد بفرب فير كل مرة؟ مش دايما نخلي بلنا بقى لان انا هستخدم بفرب فير وهستخدم إليا مصطلح يوجد وهستخدم حاجة تانية هنقولها في الشغل يبا ما حالة الطاقس في فصل الصيف؟ كالتان في تيل اونتي حد اقوله والله اونتي في الصيف انا ليه حطيت اون؟ ليه ما حطيتش قال لها باستراف اللي انا كلمت عنها من شوية قال لها باستراف للتعريف انما انت فوق سقلتني ما حالة الطاقس في فصل الصيف يبقى اونتي يبقى عشان كده انا بدأت باونتي في فصل الصيف فيه من الفرق بين ال صيف وفي فصل الصيف؟ طبعا الحالة الغالبة في فصل الصيف بيبقى قيل فيه شو؟ شو يعني حر جدا السبب الحرارة ايه؟ ان اليدو صلاية يبقى انا خدت المصطلح بتاعي يوجد اليدو صلاية يوجد شمس والشمس بتبقى قوية جدا لدرجة نهاية بتطلع تعمل برية يعني الشمس مالية كل السماء تمام؟ طيب هقول ايه كمان؟ هقول له السيال قبلو السماء بتكون زرقة طيب احنا بنواجه الحرارة دي ازاي؟ ان va a la piscine او a la plage عشان نتغلب على الحرارة الفضيع فبنروح يا اما البسين يا اما ننزل البلاج دكار؟ تعالى بعد كده يقول لي ايه؟ كل تان في تيل اونيفار كل تان في تيل اونيفار محالة التقس الموجودة في فصل الشتاء طيب يا طرى في الشتاء انا عندي الدنيا بتبقى عاملة ازاي؟ عكس الحرارة برودة يبقى لما اقول في الصيف كان الجو حر يبقى طبعا في الشتاء ايه؟ فرؤى العكس على طول يبقى جوي برد إليا دنياج في صحب إليا هنا المصطلح يوجد يوجد ايه؟ دنياج صحب لوسيال اجري والسماء لونها جري رمادي ليه السماء لونها رمادي؟ من وجود بسبب وجود الصحب الكتير دكار؟ طيب لما السماء بتبقى رمادي والصحب بتتكافر بيحصل ايه؟ بيحصل إن الصحب دي بتغبط في بعض فإيه البلو بتتمتر طيب في دول الدنيا فيها بتمتر إيه البلو وفي دول فيها المطر بيبقى ناج ثلق يعني تسلق يعني بتمتر تلك يبقى إيه البلو ده المطر العادي وإيه ناج بتمتر تلك طيب الناس في الشتاء إليه الاكتيفيت اللي هما بيعملوها؟ بيقول لك والله في ناس بتستنى الشتاء علشان تروح تعمل سكي تروح تعمل تزلق أو اللعبة اللطيفة بتاعت الولاد في أوروبا أو في لبنان إن أول مدنيا بيزلق على الجليد بالزبط بيروحوا يعملوا سكي أو الولاد كمان يروح عملوا بنام دي ناج اللي هو رجل التلك رحوا دحرجوا شوية كور تلك كبيرة كده ويبدوا يعملوا جسمه بعد كده واحدة أصغر تبقى أيوة ويجيبوا جزرايا من البيت أو الله سعى حطوا جزرايا تمطماية كده ولبسوه بقى سكارف ولبسوه بني وكده بقى رجل تلك دكار دي اللعبة اللطيفة كالتان في تيل آنطان آنطان هنا اللي هو فصل الخريف ايه حالة التقس الموجودة في الآطان اللي هو فصل الخريف هنقول لو قلنا في فرنسا في الخريف في الدنيا بتبقى بالنسبة لهم برد ماشي احنا بالنسبة لنا إيفي موفي الجاو بالنسبة لنا بيبقى سايق شوية ليه ليه الجاو في مصر بيبقى سايق لأن إحنا عندنا بيبقى فيه فيه رياح والرياح دي لما بتيجي تهوب جامد فبتاخد البوسيار بتاخد الأتربة من الأرض وبتخلطها بالجو فالجو بيبقى مصفر والسماء بتبقى رماضي على مصفر على أورنج فبتبقى كده ألوانات كده غريبة بفعل لإيه الرياح دكار فأنا طاني فيه فراج جو بيبقى برت بره عندنا هنا إيف موفيجا وبيبقى سايق سيل سماء تبقى يا إم رماضي يا إم جون أصفر يا إم أورنج دايما إليا دي فان أحيانا إيل بلو بره إيل بلو إحنا عندنا أحيانا في الخريف بتمطر إنما بره في أوروبا إيل بلو دكار طيب فيه سماء أساسية بقى في الأطان لفاي دي زار بريطانب ورق الشجر كله بيتساقط فالشجر بيبقى واقف يعاني غالبان خالص من غير ورقه دكار طيب كالتان في تيل أو برينتان حالة الطقس المتوقع في البرينتان اللي هو الربيع والربيع بقى جميل يعني أجمل فصول السنة فبنقول والله أو برينتان إيل فيبو جو جميل والسيال بلو السماء زرقه ممكن نزود ونقول لها كلير بتبقى صافية ونقول إيل يا ديفلر بيبقى في زهور بقى ده فصل تفتح الزهور والزوازو شونت والعصافير بتغني والجو بيبقى جميل والدنيا بديعة ناخد بقى العجل بتاعنا وننطلق في الحضائق اللي بتبدأ تتفتح فيها الزهور والعبير الجميل والناسيم العليل وكل الحاجات الحلوة فان في ديفلر دان لبارك أو دان لفوري لو أنا في أوروبا بنزل بقى الغابة بالعجلة أنزل البارك الجنينة أستمتع يعني نروح نتفسح دكار يبقى دي أهم حاجات ممكن تتصل بال كالتام فتيل يعني أجاوب على ما حالة الطقس خلال الأربع فصول طب أنا في الامتحان أعمل إيه في الامتحان ده ممكن يجيلي إزاي ممكن يجيلي على هائة مال ممكن يجيلي على هائة سيوجات المال اللي هو أمل رسالة بريد إلكتروني بولي مثلا إرسل صديقك الفرنسي رسالة إلكترونية اسألوا عن حالة الطقس مثلا في باريس شتا صيف وبرده المال بيجي في ثلاث جمل دكار وممكن يقول لي كاس يجي اكتب موضوع عن حالة الطقس في مصر خلال الأربع فصول تمام فإذا إحنا بنعلم ولادنا من الأول أهو يا جماعة ما حالة الطقس خدنا كل سيزان كل موسم الطقس عامل فيه إزاي استخدمنا في بارب فار مع الجو حلو الجو برد والجو مثلا سيء والجو حر خدنا إليا يوجد قلنا في مثلا يوجد دي بي نقول إيه يوجد شمس أو يوجد مثلا رياح أو يوجد ظهور أو يوجد صحب ماشي وخدنا أشكال السماء أو ألوانها السماء ممكن تبقى زرقه في فصل رمادي في فصل أورانج في فصل أصفر في فصل دكار وإيه كمان الأكتيفيتي اللي احنا بنعملها خلال كل سيزان عشان نبقى جاهزين من الأولة هو للمال والسيجي اللي ولادنا دايما ممكن يقرقهم يعني الفكرة إنهم يكتبوا مال أو يكتبوا سيجي حسينهم بيبقى حاجة صعبة فأعتقد إن إحنا يعني جايين سهل نعمل تبسيط للعلوم فحبيت إن أنا أجيب من الآخر يا ولادي ما تقلقوش الدنيا بسيطة الدنيا سهلة جالي أكتب مال عن السيزان هنكتب جومة بسيطة جالي سيجي عن السيزان هكتب برضو جومة بسيطة وكلها هتبقى حاجات سهلة نذاكر بس ونعمل علينا وربنا سهل دكار ننقل النقطة لبعد كده عشان نقول أنا جاي من إيه دولة اللي أنا جاي منها يبق إذن محتاج إن أنا أعرف فيرب أصلاً فينير دكار فيرب فينير ده فيرب دوترازيام جروب فيرب مجموعة ثالثة بس هو سهلة خالص أنا هشيل الأر اللي هي الحرف الأخير واجيب الإي لو قبل الحرف الأخير أحطه تاني حرف وأمحطة أس وأس وتي وأكمل على كده تمام هو مستعب هو بس عايز شوي تركيز عايز أقول أنا جاي أو جو فين فين بدي كتب في اي او ان اس وتو زي الأنا يعني جو وتو بياخدوا حاجة واحدة يبقى جو خدت أس تو كمان هتاخد أس طب هو جاي أو هي هتأتي يبقى الوقل هشيل الأس ومحطة ت دكار في البرونسيسيان بتبقى سبتة جو فين تو فين إل فين أل فين نيجي مع النو بقى هنعمل إي هنشيل هنشيل أل فين نو 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 وفو فني الفيان دكار أو عايز سنة تركيز بس هو بسيط خالص لو انت تعرف تشتغل فرب براندر اللي انت اخدته في الوحدة الاولى يبقى ازا فرب فينير بنسبالك هيبقى سهل جدا دكار يلا لما يقول يانج دولاشين يانج اسم شخص دولاشين اللي هي دولة الصين ما احنا في الونيتي دي عندي الدول في يانج جاي من الصين يبقى هقول جاي اخيرها ت ليه لان يانج انسان لو شلت حط هو يبقى يانج فيان دولاشين طب احنا لينو دولة البرازيل دولة مذكرة تمام فلازم ياخد قبلها حرف جر مذكرة زي د اما فوق دولة الصين كانت مؤنسة فدولة المؤنسة بتاخد قبلها دولة ولادنا لازم تركز قوي في الحاجات دي لانه هو ده الجرامار اللي هيجيلي في الامتحان هيقول لي شوزي اختار يجيب لي برازيل مثلا وقبليها دو دولة دو ألا بصرف ودي أربع اختيارات وهو اللي هيختار على حسب حرف الجر اللي هو حفظه برازيل دولة مذكرة فبتاخد دو لو قال لي شين أو لاشين الصين وقال لي حطي قبلها تعريف ل ولا لا ولا ألا بصرف ولا لي لا الصين مؤنسة يبقى لاشين دكار طب مع النو فرب هتبقى نوفنان أخيرها ونس يبقى احنا جايين من السين نوفنان دو برازيل احنا جايين من البرازيل طيب في سؤال مهم اللي هو انت جاي منين انت جاي منين اسمها دو بتبقى دي أفاستراف أو دو أسك فو ها الفرب مع الفو هيخلص بال ز يبقى هو انتوا جايين منين يبقى دو أسك فو وحضراتكم جايين منين دلوقتي والله نوفنان دو كلوب احنا جايين من النادي دكار جايين من اسبانيا اسبانيا اللي هي دولة اسبانيا اسبانيا اولها متحرك فالحرف الجر اللي قابليها هيبقى دي أ ال احنا جايين من اسبانيا أو انا جايين من اسبانيا او جايين اخرها اس طيب دو اللي هي من اين اللي احنا لسه قالين حالة من شوية يعني من اين ونقى يعني بابي ومامي بتوعك وصلوا منين أو جايين منين فيكون الرد ديزيتازيوني ديزيتازيوني اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية دكار هم جايين من أمريكا يبقى عايز أقول هم جايين منين يبقى هنا في فربي فينير هيبقى في الجمع لأنا بكلم عن بابي ومامي يعني أشخاص جمع يبقى أخيرها دابل ان او ان تي يبدو فيان تي باران تابتو على فت سسور انت الحفلة النهاردة بالليل يعني عايز أسأله وانت جاي النهاردة بالليل الحفلة هيقول لي يبقى الفرب مع تي هيخلص بالأس زي الان يبقى تي فيان على فت سسور يبقى إذا فيرب فينير بييجي يا إما يقول لي انت جاي من دولة ايه يا إما انت جاي من أي مكان دكار يعني دول أو مدن أو أماكن كده خلصنا فيرب فينير تعالوا وقا نتكلم على حاجة تانية مهمة هنتكلم على حروف الجر اللي هي العيلة بتاعت الجو اللي هي من جاي من جو للمذكر ده لا للمؤنس ده لا بصراف للا أوله فيال وده لا للمؤنس لو أنا وصحابي وبرك داتراكسيان اللي هي ملاهي يعني أنا وصحابي بارك داتراكسيان مدينة الملاهي ايه بقى الحاجات اللي ممكن أركبها وموجودة في مدينة الملاهي وانا وصحابي بنحبها جدا حنقول ميزامي ايه مو صحابي وانا صحابي وانا احنا جايين جايين من ايه بقى من المنتاني روس اللي هي الجبال الروسية طيب الجبال الروسية الجبال بيتم التسلق هيعني جوه مدينة الملاهي في أوروبا دكار دي ما انتاني روس طيب ميزان انت سي كوالا ميزان انت ده بيت الرعب ميزان مؤنس فالمؤنس بياخد قبليه دولة احنا جايين من بيت الرعب طيب البرك داتراكسيان بره بيبقى فيه مكان للزو فيه جنينة حيوانات صغيرة كده فإحنا مثلا أنا وصحابي رحنا نشوفنا الحيوانات الجديدة اللي جات في الزو الزو مذكر يبقى احنا جايين من الزو يبقى دي زو باتو بيغات اللي هي مركب الكراصنة دكار مركب الكراصنة دي دي مكان مذكر فبردو هتاخد دي طيب لو قلنا تخان ديمين تخان ديمين لو عملناها ترجمة حرفية يبقى القطر بتاع المناجم تمام إنما هنا ممكن نقول إن في مصر تخان ديمين ممكن يبقى زي قطر الزلام كده دكار فبردو ده مكان مذكر هياخد دي حبينا نعرف ولدنا على أهم اللعب اللي موجودة في البرك داتراكسيان اللي هي مدينة الملاهي بره طبعا مدينة الملاهي مكان بيكتازب كل الشباب وكتير جدا بيحبوا علشان يروحوا يتحدوا نفسهم يروحوا يلعبوا الألعاب الخطيرة يشوفوا أجدد ألعاب جات إيه حاجات بقى بترتفع وحاجات بتشقلب وحاجات بتدخل بترعب بتدخل يعني حاجة زي الحلزونة كده وبالجوحة وإيه لآخره فده طبعا فقافة في كل الدنيا كل الشباب بتحب تعمل ده في كل الدنيا مش في مصر بس ولا في أوروبا بس وهم عندهم حاجاتهم وإحنا كمان عندنا حاجاتنا هاي تمام تعالي بنا نتكلم شوية على البي يعني الدول والكانتينان اللي هي القارات وليزابيتان سكان الدول دي اسمهم ايه هناخد كده ده مضوع مهمة قوي يعني خاصة ان احنا في دولة يعني دولة سياحية نيوه نفعل اننا دولة سياحية وبنقابل ناس من كل بلدان العالم صحيح فمهمة قوي ان احنا نبقى فاهمين يعني نعرف لو حد في يوم بيتكلم اللغة الفرنسية كمان نقدر نتواصل معان او نفهمه احنا من أنهي بلد حلو فهو موضوع مهم فعلا صح ولو قابلت سياح لازم اسأله وانت جاي منين وبلدك اسمها ايه طب العاصمة اسمها ايه طب مثلا الحاجات المهمة الهناك كأثار ايه وما اللي عجبك في مصر وزورت ايه في مصر واخبار الجو هناك في بلدك ايه طب الجو في مصر انت شايفه ازاي كل اللي احنا بنتدرسه لولادنا علشان يعمل لهم يعني زي معلومة عامة يعمل كونفرساسيان بان كونفرساسيان كمان محادسة كؤيسة مع اي سائح بتكلم اللغة فرنسية طيب طيب احنا يعني ممكن نخلي الموضوع دوت نبتديه في الحلقة اللي جاية لانه احنا لسه عندنا ما عندناش وقت كفية يعني فممكن ناخد معلومات سريعة ونرجع نأكد عليه تاني من الحلقة الجاية فناخد شوية كده بس منه بسيطة يعني تمام احنا هنتكلم اعتبر عن الدولة والدولة دي هتبقى تابعة لانيقرة والقرة دي مثلا موجودة موقعها فين على الخريطة اوكي وبعد كده ممكن نقول الكابيتال بتاعت الدولة كل دولة ليها عاصمة اللغة الاساسية للدولة والجنسية اللي بتطلق على السكين دكار دكار ده خليه نبدأ بالحلقة الجاية ان شاء الله وعازين نقول كمان ان الموضوع الخاص بالوحدة التانية ده تحديدا بيعلمنا ازاي نبتدي المحادثات مع الناس اللي من جنسيات مختلفة سحيح بنكلمهم زي ما حالك قلتي بنبقى مهمة اوان احنا نبقى عارفين جو بلدنا لانه ممكن حد مسلا يكون صديق لي وجاية من البلد بره احنا فبليون انت الجاو عندك ايه عشان انا احضر الليبس المونيس بمثلا او الادوات المناسبة اللي هجبها معي وانا ايو اجيب ايه وانا جاي اخبار الجاو ايه عندك في مصر لدرجة الحرارة واعمل حسابي في الليبس ايه وانا جاي او العكس لو انا بقى اللي همسافر بره مصر ومحتاج أعرف فهذه نقطة كويسة حتى برضو في بداية التعارف مع حد أجنبي برضو مهم أن أعرف ألاقي الكلام اللي هتكلمه معي أو أفتح معي الكلام إزاي سأقوله بانجور واسكوت لا، سأقوله بانجور و كمانو سافا ومسلاً سيتع بريمير فوع وني جيبت أول مرة تزور مصر و كسكو تشافي أو كسكو تشافي أو كسكو تشافي و كسكو تشافي كمان يعني أنت عايزت تروح فين و عايزت تزور إيه وممكن مثلاً ترتب له يعني لو عايزي زور أماكن سياحية تقول له مثلاً جبت تامني أو أنا ممكن أوديك أو جبت أكمنية ممكن أستحبك أجي معيك لو أنت بنسلاً بتعرف شوي التاريخ و بتكلم فرانسي هتبع حلو جدا أنت تستحبه على فكرة السياح بيرحبه بأي حد يساعدهم و كمان اتكلمنا عن البلاج والبحور والحاجات اللي موجودة في مصر أكيب بعدك أنت عندك هنا كذا مكان سياحي رائع عندك شرم وفيه سياح كتير جداً عندك سكندرية ناس كتيرة بتنزلها عندك مدن كتيرة فعلاً فيه سياح بتحب تنزل هناك تمام يعني ده على الأقل يبع عندي الحد الأدنى من معرفة الكلمات دي أو الجمل دي قدر عبر بها إزاي عن الدولة اللي أنا عايش فيها أنا بشكر حضرتك أستاذة نيار شكراً جزيلاً وإن شاء الله هنكمل مع كل المتابعينا ومشاهدينا على قناة مصر التعليمية وبرنامج تبسيط العلوم إن شاء الله الحلقة الجاية هيكون في انتظارنا استكمال الوحدة التانية من مادة اللغة الفرنسية للصفة الثانية التانوي بشكرك علينا النهاردة وعلى تبسيطك لكل الأمور لو احتاجتوا أي حاجة من أستاذة نيار تتبعوها على موقع القناة موقع القناة ولهنم أستاذة نيار عشان يبقوا متابعين محرك أي سؤال أو أي حاجة صفحتنا على الفيسبوك اسمها أصدقاء برنامج سر التفوق للغة الفرنسية أي سؤال أي استفسار ابعتوه هرد عليكم شكراً لحضرتكم